قال المبعوث الأممي لسودان فولكر بيرتس أن المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع ستعقد في السعودية على الأرجح وضف بيرتس أن المفاوضات ستركز على وقف إطلاق النار بشكل مستمر وموثوق مشيراً لأن الجيش والدعم السريع وافق على إرسال منذوبين للتفاوض كما أشر بيرتس إلى أن هناك معوقات في إقناع طرفي الصراع بإنهاء العنف